لا بالعكس أنا مش عايز أشوف العنوين دي بل بالعكس أنا عايز يعني الإعلام يكون رفيق إلى حد بعيد بمنافسة النادي الأهلي المحليين لأن أنا بشوف أن الإعلام بيحط ضغوط كبيرة جدا على هذه الأندية مهما كانت قيمتك التسوقية مهما كانت يعني بطولتك وإنجازاتك السابقة كأي منافس للنادي الأهلي لما بتتحطف جملة مع النادي الأهلي أنا بشوف أن أنت زي ما بتستفيد من الجملة دي قيمة تسوقية أنت بتدار بالتأكيد لأن عقد مقرن بينك وبين النادي الأهلي أمر صعب جدا ليه صعب جدا لما يحقق النادي الأهلي يعني لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي الفترة الأخيرة بيصل إلى كأس العالم للأندية بيحقق تلاتة برونزية بيشارك في كأس العالم للأندية القادمة بنسخاتها المختلفة بيحقق تلاتة دوري أبطال أفريقيا بيحقق اتنين سوبر أفريقي بيحقق الإنجازات دي وإنت بتيجي تحط أي نادي ممكن حتى يكون مستحدث وده كان عيب الحقيقة تحط على بيرامدز فيه مباراة ساندونز لما قالوا مقارنة ما بين نتيجة بيرامدز وساندونز في جنوب أفريقيا بمقارنة النادي الأهلي كان عيب نتيجته كان إيه؟ نتيجته أن بيرامدز آخر أربع جوالات تقريبا لعبهم في البطولة دي لم يستطيع أن يسجل هدف واحد فقط لغير خارج من عبه مسجلش ولا هدف خلاص ما هو ارتاح لفكرة أن أنا تحط بيني وبيني النادي الأهلي مقارنة وكمان إعلاميا أنا تفوقت فيها طب تعال على أرض الواقعة النتائج إيه؟ النتائج أن بيرامدز بيخرج من مجموعته قبل جولة أخيرة يعني حتى لم ينتظر في المنافسة لجولة أخيرة أن بيرامدز بيقبع في مؤخرة المجموعة في المركز الرابع ده أمر صعب جدا مع كامل احترام الفريق زي فريق نوازيبه مثلا لا بيرامدز تهزم منه 2-0 خارج ملعبه وكان الأمر صعب جدا فرجاء أنا لو أنت مش قادر تدي النادي الأهلي حقه النادي الأهلي هيقدر يحق إنجازات لكن حاول تساعد منافسي النادي الأهلي بتحقيق إنجازات بأنك تبعدهم عن المقارنة مع النادي الأهلي لأن أنا بشوف بمنطقة الوضوح أن أي مقارنة محلية مع النادي الأهلي هي مقارنة ظلمة للفريق اللي تحطي اسمه جنب النادي الأهلي هي مقارنة ظلمة مش بكلمك عن تاريخ فقط لا غير ولا بطلات ولا إنجازات أنا بكلمك عن حتى حاضر ملموس الأهلي سابق بشكل كبير جدا 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 عن أقرب منافس ليه فأنت ما تحاولش تحط ضغط وعب على أقرب منافس للنادي الأهلي أو بعض منافس النادي الأهلي بالمقرنة بالعكس إبقى يتخالص عن فكرة المقرنة دي أنت بقى عاوز تدي النادي الأهلي حقه وتتكلم عن النادي الأهلي وهوية النادي الأهلي الفريق البطل والله هنقولك شابوه أنت راجل منصف وموضوعي أنت عاوز تتجاهل النادي الأهلي خالص هنقولك والله بدون ما تتكلم عن النادي الأهلي لا إيجابي ولا سلبي هنقولك والله مقدرين مشاعرك وظروفك النفسية اللي منعتك أنك تتحدث عن إنجازات النادي الأهلي في الوقت اللي كل الدول العربية والأشقاء المهتمين بالرياضة العربية بيدوا للنادي الأهلي قدر وحقه أنت بقى رحت للحتة التالتة خالص ويا فكرة تبقى شايف إنجازات النادي الأهلي فتلتزم الصمت أو تحاول تقلل منها أو تقول دي بطولة سهلة أو منافس ضعيف أو تحكيم أو إعلام أو اتحاد كورة أو مجملات أو تروح لسكة تانية خالص إن أنت تستنى وإنت تكون أكثر زكاءاً من الفئة الثالثة دي بس تتبعها وتقوم مستني أي إخفاق للنادي الآلف مباراة في بطولة كإخفاق مثلاً البطولة الماضية خماسية أمام ساندونز أو حاجة كإخفاق تعادل خارج الأرض أو تعادل حتى مع شباب الأزداد على ملعبك فتبدأ تطلع بقى فين الأهلي فين كولر فين المدير الفني أيا كان اسمه فين اللاعبين فين كل الكلام اللي أنت بتقوله ده هو ده الفئات اللي إحنا بنتعامل معها أنا الحقيقة الفئة الوحيدة اللي أقدر يعني أكون باحترمها الحقيقة يعني هي الفئة اللي مش قادرة اللي مش هتقدر تتكلم عن الندلة إلا بإجابة ولا بسلبة وتاخد تنزوي كده وتعد ساكت وهنقدر مشاعر لأننا هتعطف معه مع الفئة دي هتعطف معه الفئة الأولى اللي هي مش فارق معها وبتحط ضغط على الأندية المنافسة دي بقى مسؤول الأندية المنافسة هم يكلموهم وإذا ربما مسؤول الأندية المنافسة عجبهم القصة دي اللي هو تعالى نحق نجاحات في الهواء تعالى نحق نجاحات في الهواء اللي هو فكرة ايه أنا اسمي بتحط مع النادل آلي أنا ما بعملش حاجة على أرض الواقع وبالتالي أنا مستفيد من إني اسمي بيتردد مع النادل آلي مرة هيتحط في مقارنة مع النادل آلي ولما النادي الاهلي حق إنجازات أنا أصلا كده كده مش هذكروني فأنا مستفيد في حالة إن أنا بعمل أي تعادل خارج الأرض مثلا لكن الفئة الثالثة يا اللي بنفع عندها كتير جدا بقى اللي هي إيه مستنيا لك بقى يا مستنيا لك غلطة يا مستنيا لك إخفاق يا مستنيا لك نتيجة سلبية عشان كده بنقدر نتعامل معها هنا في الاهلي خط أحمر والحقيقة لا نتعاطف معها وربما لا نحترمها الحقيقة برغم إننا بنحترم الجميع ولكن من يتعدى الخط الأحمر مع النادي الآلي هو لو عندنا الرد بالتأكيد بهوية النادي الآلي بكيمة النادي الآلي اللي إحنا دايما بنتكلم عنها